أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المجاب وصلم عليه وعلى آله وصحبه وخديمه واجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم داعيا مجاب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف أن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف أن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِلَّاهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفَانَ أَحَدٌ لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أعوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقٍ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدُ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٌ لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أعوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ الْنَّاسِ إِلَاهِ الْنَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْدِنَّةِ وَالْنَّاسِ لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا خذتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهوٍ أو نسيان أو زيادةٍ أو نقصان أو تاويلٍ على غير ما أنزلته أو تعجيلٍ عند تلاوته أو سرعةٍ أو زيقٍ لسان أو وقوفٍ بغير وقف أو إدغامٍ بغير مدغم أو إظهارٍ بغير بيان فاكتبهم منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان فاكتبهم منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديًا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان اللهم إنا نسألك من كل خيرٍ سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك ونعوذ بك من كل شرٍ استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمدٍ وآله وصحبِه واغفِر لي ولوالديَّ وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وصلم وبارك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والصلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمعال بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبداً آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وقض بسره حوائجي جميع ثم تأهلي وعياني يا سميع وكل من طلب مني يدعى في حاجتي يا من يجيب من دعاه وأسبلن علينا رب عافية وهب لنا القصد في الدارين يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واصلُك بنا نهج رشدٍ وكفنا زللاً واطرُد لنا الجن والشيطان يا الله وكملًا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورض لنا كل ذي سعبٍ وذي حرنٍ ويسِّرًا كل ذي التعسير يا الله قوِّل لنا عمرنا صحِّح لنا بدنًا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمِّرًا كل أعداءٍ تُضِرُّ بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن لنا عاصمًا من كل مهلكةٍ ونجِّنا من بلاي الدهر يا الله وكن معيذًا لنا من شر ذي حسدٍ مع شر فمٍ وشر العين يا الله وشر سحرٍ وشر الخلق إنسهم مع جنهم وذوات السم يا الله لي جمِّلًا ظاهري وباطني بطاهري يا ماحيًا كبائري بجاهه ولممي يا الله مغفلتك المُعمَّلة أوسع من ذنوب عاصم مُهِلة يا برّ رحمتك أرجى عندنا من عملٍ نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرُّء وكثر اللعب فإننا وإن تجرُّعنا فلا نرجو سواك كلنا تفضُّلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهرٍ وباطنٍ وبالغفول يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دفع ضرَّنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيُمني رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمِ حمانا وتجاوز عنا وأنزلًا يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر وراء يا شافي أنزل الشفاء كمكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر وراء يا شافي أنزل الشفاء كمكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر وراء يا شافي أنزل الشفاء كمكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء واشف جميع المسلمين عادلا ثم أقهم خوفاً وحزناً عادلاً ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تواخذهم بكثر الذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك هاهنا ثم غدا لكن ما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبه القبائه فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهموهب الذي لا ينفعك رحمانهب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرآه قد أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدآه يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الوراء يا هادي الردآه يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الوراء يا هادي الردآه يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الوراء يا هادي الردآه يا رب يجعل المريدين معاه في حصنك الحسين والشملج معاه ملِّك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمساعي يقبلا وكن معينهم على أمور الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواقذهم بما قد جرموا في السر والجهر فأنت الأكرم اللهم انصر ولي أمرنا واحفظه فينا بما تحفظ به عبادك وأولياءك الصالحين وطوِّل بقاءه فينا وامدده بالصحة والعافية ووفِّقه لما فيه مصلحة العباد والبلاد والأمة الإسلامية عامة اللهم مكِّنه بقوتك وأيِّده بنصرك من قوة مادية ومعنوية حتى يتمكن من إنجاه مشاريعه الخديمية والإسلامية اللهم منصر ووفِّق كل من يعينه على أداء مهامه من أهل وأقارب وأتباع واجعل الأمة الإسلامية عامة والمريدية خاصة في حسنك الحسين وصوِّي صفوفهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم ولا تصلِّت أعداءً عليهم يا حيُّ يا قيُّوم لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا حيُّ يا قيُّوم لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا حيُّ يا قيُّوم لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من إذا أحاط البلاء وتكاثرت المحن ودواهيه وخافت نفوس الأمم وعيست عند التناهي فرجتها بلطفك من بعد صنعك فرج عنا ما نحن فيه برحمتك يا أرحم الرحمن اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطف يا خبير إنك على كل شيء خدير اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطف يا خبير إنك على كل شيء خدير اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطف يا خبير إنك على كل شيء خدير والطف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسليا على النبي وسلمه وقض به حاجة كل مسلم يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في ذن ندائي يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجبهائي سلي وسلم على المتمم وكل ياصم بالانتهاء اللهم سلي على سيدنا ومولانا رسولك محمد صلاة تقضي لنا بها جميع الحاجات عاجلا وآله وصحبه وخديمه وسلم تسليما باركة الشيخ خديمه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة